خدمة اخبارية جديدة من قناة دريم أهلا بكم والبداية من أخبار الرئاسة حيث تقى رئيس عبدالفتاح سيسي بمقار رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة صباح اليوم الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت العالمية ساتيا ناديلا الذي يزور مصر حاليا شهد اللقاء مباحثات حول استثمارات الشركة المصرية العالمية بمصر هذا وعقدت شركة مايكروسوفت العديد من الشراكات مع العقطاع الحكومي والخاص كما توجد لديها العديد من المشروعات الخاصة بالمسؤولية الاجتماعية وتشغيل الشباب وغيرها يغادر القاهرة اليوم وفد فني من وزارة الرئي متجها إلى العاصمة الاثيوبية أديسة بابا لدراسة المقترح المصري بفتحات تصريف المياه من خلف سد النهضة بحضور استشاري من شركة ساليني الإيطالية المنفذ للسد ومن المقررين يناقش الاجتماع الدراسات الفنية المصرية والاثيوبية للوصول إلى تقرير سيتم رفعه إلى اللجنة السوداسية كان دكتور حسام غازي وزير الموارد المائية والرأي قال إن الدول الثلاثة ممثلة في اللجنة الوطنية منحت المكتبين الاستشاريين مهلة تنتهي في الخامس عشر من يناير لتسليم العرض الفني المشترك لإعداد الدراسات الفنية المطلوبة التي تم الاتفاق عليها وللمزيد من المتابعة والتفاصيل ينضم إلينا هاتفيا السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق معالي سفير أهلا بك أهلا وزارك معالي سفير هل يمكن أن تحدثنا أكثر عن هذا المقترح أو هذا الاتفاق الذي تم بين الدول الثلاثة يعني بطريقة أخرى ما هي الضمانات التي تعهد أو يجب على الجانب الأثيوبي أن يلتزم بها حفاظا على حصص الجانبين المصري والسوداني إنجاز التعبير خرجتنا بنتحرك في إيطار طبعا اتفاق المبادئ اللي احنا توصلنا إليه ووقع عليه الرؤساء الثلاثة وأيضا في الاجتماع السوداسي الأخير في الخرطوم كان موضوع فتحت السد ده أحد الموضوعات الفنية اللي كانت تقتضي الحديث فيها وبالفعل جانب المصري كان عنده يعني نقطتين بيتكلم فيه في هذا الشهر أول حاجة عدد الفتحات وتاني حاجة ارتفاع هذه الفتحات لأن الارتفاع العالي ده هو مصمم تبقى للدراسات الأسيوبية ده معناه أن دي هتملي بحيرة أكتر من الحد اللي هو يعني في إطار الأمام بالنسبة لمصر والسوداني وبالتالي الزيارة دي هتكون حاسمة لأنه الورد الفني هيكون عنده اعتقاد أكبر ومعلومات أوفة لما يروح يزور حتى يمكن موقع السد ما عنديش معلومة معكدة في هذا الشهر ولكن من المؤكد أن هذا الموضوع موضوع الفتحات ده موضوع فني ولكنه بنفس الوقت بيعكس مدى زي ما حالك تفضلتي مدى التزام أسيوبيه دي أن هي لا تضر بالآخرين إذا كان هناك قدر من التعاون من الجانب الأسيوبي في موضوع الفتحات ده هيعني أنه فيه فعلا نواية جيدة من جانبهم وأنه يعني فيه حرص من الجانب الأسيوبي على حصول كل دولة على حصتها من المياه كما هو مقرر تبقى للتفقيات السابقة طيب معالي السفير يعني ما هو تقريبا الجدوى الزمنية المعد لهذه الدراسة أو لهذا التقييم الفني لا أعتقد أنه هيكون قابل النقاش سريعا والوصول إليه يعني أو الاتفال ما بدأ يحوله لازم يكون في وقت قريب جدا وأتمنى أنه هيحدث قبل الاجتماع السلاسي القادم لأنه الاجتماع السلاسي القادم ده هيكون برضو نقطة يعني تحول فإذا كان الجانب الأسيوبي أبدأ مرونة في موضوع الفتحات ده يعني الاجتماع القادم هيكون الاجتماع نجح بكل أوجه اللي حيتم منقشته معالي السفير محمد العربي وزير الخارجية الأسبق شكرا لوجودك معنا نوصل تطرح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بالتعاون مع وزارة الاستثمار عددا من قطاع الأراضي بمساحات مختلفة للبيع لإقامة نشاط عمراني متكامل بعشرين مدينة جديدة في المحافظات وذلك في أول تطبيق فعلي لقانون الاستثمار الجديد وتطبيق خدمة الشباك الواحد وفي هذا السياق قال المهندس طارق السباعي المشرف على قطاع الشؤون التجارية والعقارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إن الشركة الراغبة في الشراء تتقدم بطلب يتضمن نسبة سداد المقدم وفقا للضوابط الواردة بكراسة الشروط وأشار إلى أن الشراء كراسة الشروط يبدأ من يوم الأربعاء الموافق الثالث عشر من الشهر الجاري بمبلغ وقدره ألف جنيه من مقر هذه المدينة المختصة وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ هاني يونس المتحدث باسم وزارة الإسكان أستاذ هاني أهلا بك أهلا بك فن مداحر بك فن أستاذ هاني هل يمكن أن تطلعنا أكثر عن المدن التي سيتم فيها هذا المشروع؟ الحقيقة دي زي حياتك ما قلت ده أول تطبيق فعلي لعديلات قانون الاستثمار الجديد اللي تم الموافقة عليها منذ شهرين ثلاثة وبذلك يؤكد أن فيه تعاون بين وزارة الإسكان ووزارة الاستثمار لتفعيل خدمة الشباك الواحد لخدمة أستثمارين الأراضي المطروحة هي زي حياتك ما قلت برضو فيها 20 مدينة جديدة يأتي على رأسهم مدينة الكاهرة الجديدة مدينة الشروع مدينة الضميات الجديدة مدينة 6 أكتوبر مدينة سوهاج الجديدة أخميم الجديدة برج العرب الجديدة أسوط الجديدة مدينة العبور مدينة بدر مدينة 15 مايو مدينة أسوان الجديدة السادات الصلحية الجديدة العاشر من رمضان الفيوم الجديدة مني الجديدة انا الجديدة وباني السوف الجديدة والكرة السياحية. طبعا الاراضي المطروحة زي يا حديدك بقى ما قلتي هي اقامة مشاعات عمراني متكامل يعني هيكون مساحات المطروحة للارض دي استراوحنا بين ثلاثة ونصف فدان وحتى مية وستة افزنة. احنا بنهدف من المشروعات دي ان احنا نعمل تنمية في ربوع مدن الجديدة المختلفة طبعا منطرح الاراضي على المستثمرين بتبقى تفضل طبقا الاشترافات محددة والاول مرة هيتم تخصيص الارض اللي بيدفع اكبر اه بيسدد اكبر مقدم لثمن الارض. يعني استاذ هاني هذه الاراضي مخصصة للمستثمرين بشكل اكبر. اه هو هو القانون للتثمار الجديد بيؤكد ان احنا لما يطرح اراضي لوزارة الاسكان تطرح اراضي المستثمرين بيكون من خلال التنسيق ده منا وبين هية الاستثمار وده اللي حاصل فعلا اما الاراضي اللي منطرحها للقرع للمواطنين العاديين او اراضي القطع الصغيرة. دي منطرح احنا على المواطنين بشكل عام دون الرجوع الى هية الاستثمار. طب استاذ هاني يعني هناك جدول زمني محدد يعني لتحديد الوقت الذي يجب ان ينتهي فيه المستثمرون من هذه البنايات؟ بيبقى فيه جدول زمني لكل حاجة بداية من استخراج الترخيص وتعديم التصميمات والمقاطلات العمرانية للمشروعات المختلفة وحتى الانتهاء من المشروع بواجه عام وبيتم ده بيكون موجود من منصوص عليه في التعاقد اللي بينا وبين اي المستثمر بيحصل على كترة الارض في المدن الجديد. كم سيستلزم من الوقت تقريبا للانتهاء من هذا المشروع؟ المشروعات بتختلف حسب المساحة للارض وبتتراوح المشروعات ما بين ثلاثة وخمس سنين في القطع اللي هي مش كبيرة او زي المشروعات ديت اللي هي اكبر قطع فيهم مية وخمسة مية وشتة فدان اما في مشروعات تانية المشروعات اللي القطع كبيرة او بتتعدى الاف او او شكرا تبقى حوالي عشر سنين شكرا لك استاذ هاني يونس المتحدث باسم وزارة الاسكان شكرا لك نتابع قال لواء محمود عشماوي محافظ الوادي الجديد انه تم الانتهاء من تنفيذ ثلاث محطات لانتاج الطاقة الكهربائية بالخلايا الشمسية بقطرة خمسة ميجاوات وانشاء وحدة خلايا شمسية وخدمية منفصلة للقرى النائية في منطقة الشب بتكلفة اجمالية بلغت سابعة وثمانين مليون دونين. اضاف عشماوي ان المحطات والخلايا الشمسية المشاعر اليها تم انشاؤها في مدينة الفرافرة وقرية ابو منقار والقرى الثالثة والرابعة بمنطقة درب الاربعين التابعة لمركز باريس تأتي ضمن خطة توطين المنطقة يتوقع خبراء وهيئة الارصاد الجوية ان يسود اليوم تقص شتوي شديد البرودة ليلا يصل لحد سقيع على وسط سيناء كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية اما حركة الرياح معتدلة تنشط على السواحل الشمالية وعلى البحر المتوسط مما يؤدي الى بالملاحة البحرية والى اخبارنا العربية والدولية حيث ادان مجلس الامن الدولي في بيان له اليوم باقصى حزم ممكن الاعتداءات على البعثتين الدبلوماسيتين السعوديتين في طهران ومشهد شمال شرق ايران وعرب المجلس في بيانه عن قلقه العميق امام هذه الاعتداءات وطلب من طهران حماية المنشآت الدبلوماسية والقنصلية طبقا لالتزاماتها الدولية وضع جميع الاطراف الى اعتماد الحوار واتخاذ اجراءات لتخفيف التوتر في المنطقة من جانبه رفض مندوب السعودية في الامم المتحدة عبدالله المعلمي رسالة الاعتذار التي تقدمت بها ايران الى مجلس الامن معتبرا انها لا تمثل شيئا بالنسبة للمملكة وطالب المعلمي طهران بالالتزام بحماية المنشآت الدبلوماسية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للغير واحترام مبدأ حسن الجوار كما اوضح في مؤتمر صحفي ان عودة العلاقات الدبلوماسية بين الرياض وطهران مرهونة بتصرفات الاخيرة مؤكدا ان بلاده ستواصل لعمل بشكل جاد من اجل دعم جهود السلام في سوريا واليمن من ناحيتها استدعت اليوم دولة الكويت سافيرها لدى ايران احتجاجا على الهجمات التي تعرضت لها البعثات الدبلوماسية السعودية في مدينتي طهران ومشهد وتجيب هذه الخطوة بعد قطع كل من السعودية والبحرين والسودان علاقتها مع ايران وتخفيض الامارات مستوى التمثيل الدبلوماسية مع طهران الى مستوى قائم بالاعمال وعلى صعيد المواز يصل وسيط الامم المتحدة لسوريا ستفان ديمستورا الى الرياض على ان يتوجه في وقت لاحق هذا الاسبوع الى طهران للتأكيد على ان التقدم الذي تحقق في جهود احلال السلام في سوريا لن يكون عرضة للخطر نتيجة التوتر الاخير بين السعودية وايران حيث انه من المقرر ان تلطلق في الخامس والعشرين من الشهر الحالي جولة جديدة من المحادثات بين النظام السوري وفصائل المعارضة استنكر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية الهجوم الذي شنه تنظيم داعش امس على منطقة السدرة والهلال النفطي بمدينة سيرت وكانت قوات جهاز حرس المنشآت النفطية التابعة لوزارة الدفاع في الحكومة المؤقتة قد صدت بمساندة قوات الجيش الليبي صباح اليوم الاثنين هجوما انتحاريا شنه داعش ضد ميناء السدرة ومجمع رأس لانوف النفطيين اعلن البيت الابيض ان المكتب الامريكي للكحول والتبغ والاسلحة النارية والمتفجرات سيطلب من الاشخاص الذين يبيعون اسلحة في المتاجر او في معارض الاسلحة او عبر الانترنت ان يحصلوا على ترخيص وان يخضعوا لفحوصات لسلوك وتأتي هذه القطوة كمحاولة من الرئيس باراك اوباما للتشديد على اجراءات الحصول على سلاح دون ان يضطر للجوء للكونغرس الامريكي الذي يرفض فرض قيود على حمل الامريكيين للسلاح والذي يحميه بشدة التعديل الثاني لدستور الولايات المتحدة والى جولتنا الرياضية والبداية مع الدور المصري الممتاز حيث اختتمت امس منافسات الجولة الثانية عشر من المسابقة ففي الاسكندرية فازل التحاد السكندرية على امبي بهدف دون رد سجله يوسف اوباما في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع ليرفع زعيم الثغري رصيده الى عشرين نقطة في المركز الرابع بينما يتجمد رصيد امبي عند اربع عشرة نقطة في المركز التاسع وفي الجولة ذاتها تعادل فريق طلائع الجيش مع بيتروجيت سلبيا بدون اهداف ليرتفع رصيد الطلائع للنقطة الرابعة عشر في المركز العاشر بينما ارتفع رصيد بيتروجيت الى ثلاث عشرة نقطة في المركز الحادي عشر فيما حسم التعادل الايجابي بهدف لكل فريق مباراة المقاولون العرب واسموحة ليرتفع رصيد ضئاب الجبل الى ثماني نقطة في المركز الخامس عشر بينما ارتفع رصيد سموحة الى ثماني عشرة نقطة في المركز السابع يخوض احمد حسام ميدو اولى مبارياتها على رأس الجهاز الفنية لنادي زمالك في المباراة التي ستقام في السادسة مساء اليوم امام الداخلية ضمن مؤجلات الاسبوع الخامس للدوري ومن المفترضين يشهد تشكيل الابيض عودة باسم مرسي لقيادة الهجوم ومشاركة محمود عبد الرازق شيكبالا في التشكيل للمرة الاولى بعد انهاء اعارته للاسماعيلي وعلى الجانب الاخر يطمح الداخلية في مواصلة مشواره المتميز بالدوري بعدما خاض 11 مباراة دون تلقي اي تهزائم ليحتل صدارة الترتيب برصيد 23 نقطة بالتساوي مع المقصة قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم فرض عقوبات على لاعبي الاهلي والانتاج الحربي على خلفية الاشتباكات التي حدثت بين لاعبي الفريق بعد نهاية المباراة التي جمعتهما بالجولة الثانية عشر من الدوري وقررت اللجنة ايقاف واء الرياض مدارب الانتاج الحربي اربع مباريات بسبب التعدي على حكم المباراة وايضا تم ايقاف حسام غالي لاعب النادي الاهلي وعبد الستار صبري مدارب الانتاج الحربي مبارتين بسبب سوء السلوك وفرضت اللجنة غرامات مالية على الاهلي والانتاج بقيمة عشرة الاف جنيه بسبب دخول الاجهزة الفنية والبدلاء ارض الملعب دون اذن من حكم المباراة اعلن نادي ريال مدريد الاسباني اقالة المدير الفني رافيال بنتيز من تدريب الفريق وتعين الفرنسي زين الدين زيدان بدلا منه وتأتي الاقالة بعض تذبد بنتائج نادي الملكي في الفترة الاخيرة في مسابقة الدور الاسبانية والتي كان اخرها التعادل مع بالانسيا بهدفين لمثلهما ويحتل الريال المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 37 نقطة بفارق اربع نقاط عن المتصدر اتليتكو مدريد وخلف برشلونة صاحب المركز الثاني ب39 نقطة بهذا مشاهدين نأتي الى ختام جولتنا الاخبارية نشكركم طيب المتابعة والى لقاء